أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع ظلم التاريخ عن الأشقاء الفلسطينيين حتى إعادة كامل الحقوق لأصحابها رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام وأوضح جلالته خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة العشرين أن مدينة القدس ستبقى أولوية أردنية وسيواصل الأردن الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها استنادا إلى الوصاية الهاشمية التي يؤديها بشرف وأمانة وشدد جلالة الملك على أن الأردن يقف بكل صلابة في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية كما يعمل من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب لافتا جلالته بأن أبناء وبنات الأردن قدموا جهودا جبارة ووقفوا يعالجون الجرحة في أصعب الظروف مشيرا إلى أن الأردنيين كانوا أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة وسيبقون معهم حاضرا ومستقبلا حضرات العيان حضرات النواب هدفنا توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وعدادهم لوظائف المستقبل وعلينا مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانيات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم فما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو شكرا شكرا